أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في إطار الإجراءات التي تخلتها وزارة التربية الوطنية في إطار مساهمة في محاربة فيروس كورونا إرسأيت أن أقدم مساهمة لتنامذة السنة الثالثة إعدادي هذه المساهمة تتمثل في درس ودرس الوزن والكتلة بالنسبة لطريقة الاشتغال سوف نقسم الدرس إلى قسمين سوف نقسم بلينغ تنائي اللغة بحيث واحد جزء سأخصصه للغة الفرنسية وجزء آخر سأخصصه للغة العربية بالتالي يمكن لجميع الأسلاك سواء خيار عربي أو خيار فرنسي الاستفادة من هذا الدرس إذن سنبدأ على بركة الله بالنسبة لأول حاجة نشوفها هي المكتسبات القبلية يعني المعارف التي تعرف عليها تلميذة في مستويات سابقة أو في هذه السنة والتي سيستعملها في هذا وفي فهم واستعاب محتوى هذا الدرس من بينها هو كالأتي معرفة مميزات القوة فشاف هافة القوة كنون يبقى لكاركتريستيك دي فورس ورأينا أن مميزات القوة هي أربعة عندي مميزات القوة يعني المميزات القوة لكثيرا وليسيحات القوة لكثيرا وضع الانسيطة من المميزات القوة إذن هذه أما المميزات الأربعة ثم كذلك لابتلمي تتعرف عليها تلميذة القوة بواسطة المتاجها فعل ربريزنتاتيون فيكتوريال دون فرص ثم كذلك تمثيل المستقيم دي المعادلة Y تسوي AX تخصيصي كورب كي يوجد أكواتيون Y-AX هذو هما المقتصبات القبولية للتلميذ والتي يجب أن يستعملها في هذا الدرس أو في استيعاب هذا الدرس بالإضافة إلى ذلك تطرق كذلك في السنة الأولى إلى فهم الكتلة مستقيم الناس والمكترات الناس والأمام المستهد في تجربة المساعدة كم يحتاجون للدرس أول محور ربط به هو محور التمييز بين الوزن والكتلة ينفيز إلى مستقيمات من مكان من خروق أولا نشاط الملاحظة هو الإنشاط إذن بالنسبة لهذا النشط الذي من خلاله سأكتشف أو سأستطيع تمييز بين الوزن والكتلة هذا الانيميس عبارة عن قياس الكتلة في الأرض قياس الكتلة في القمر وقياس الكتلة على سطح المريخ ثم قياس الوزن على سطح المريخ وعلى القمر وعلى الأرض قياس الكتلة في الأرض ستحق المريخ وقمار في الأرض أولاً سيكون في القمر أول حاجة عامدة بها هي سأتواجد في الأرض سأقوم بقياس الكتال إذا الكتال أصلاً فهي مقاسة داخل النتائج سنعلقها في الديناموماتر بالنسبة للكتال قياس الكتال هو هذا 200 غ ودائما نحاولها لكيلوغرام الوزن 1.6 غ سنتجلها عندما تراها سأعطيكم النتائج على شكل جدول ومن خلال الجدول سنتج الملاحظة الممكن استنتاجها ثم نوفي لأسي وممكن ان تكون في الورقة تجلوا هذه القياسات سنتج كتلة 100 جرام 0.1 كيلو جرام ونرى شدة 0.8 كيلو جرام نوفي لأسي 0.05 كيلو جرام 0.5 كيلو جرام 0.40 نيوتون 0.40 نيوتون سنتجلها ومن بعد سنتجلها الآن ننتقل الى المريخ بنفس الطريقة سنتجلوا نفس القياسات ستلاحظوا ان الكتلة تتغير الكتلة 200 كيلو جرام تتغير بينما الوزن تلاحظوا انه تغير 0.74 نيوتون من نسبة العسرة 100 جرام 0.1 كيلو جرام 0.37 نيوتون شدة الوزن من الطريقة من نسبة 0.0 كيلو جرام تلاحظوا ان الكتلة تتساوي فالكتلة ثابتة بحال الوزن بحال الارض وتنشوفوا انه شدة وزن الجسم فهي 0.17 نيوتون ثم بالنسبة القمار تلاحظوا ان الكتلة نفسها 200 كيلو جرام 100 100 50 غرام سنرى هذا الجسم 0.32 30 0.16 نيوتون 0.05 غرام بالنسبة للشدة الذي الوزن هو 0.08 نيوتون هذه النتائج سنجمعها في جدول الارض إذا كان 0.10 كيلو جرام بصعار تتبقى نفسهاellt نفسها 1.2 0.01 ثابتة بمعنى ان الكتلة لا تتغير وانغيرنا التغاظ كلنا في الأرض كنا في المريخ ثم كنا في القمر والكتلة ثابتة الوزن الجسم ووزن الجسم نفس الجسم كتلته 0.9 جرام ووزن الجسم 1.96 نيوتون بينما في المريخ 0.74 نيوتون في القمر 0.32 نيوتون نفس الشيء بالنسبة لجسم كتلته 0.1 كغ لاحظنا أن وزن الجسم بالأرض 0.19 ووزن الجسم بالمريخ 0.37 ثم وزن الجسم بالقمر 0.16 نفس الشيء بالنسبة لجسم كتلته 0.05 من هنا يمكنني يمكنني أن أستنتجا ما يلي 0.16 كتلة جسم رأينا أنه مقدار ثابت فهو لا يتغير ولا يتعلق بمكان الذي يوجد فيه ولاحظنا أنه نفس الكتلة يعني نفس الجسم يحتفظ بكتلته سواء في الأرض أو في المريخ أو في القمر أو في أي مكان آخر يقول أن الكتلة ثابتة ولا يتغيير فقط تتعلق بالمواد المكونا للجسم فقط الكتلة تقاسوب الميزان نفس الشيء كتلة تقاسوب الملات يتغير كتلة تقاند كتلة تقاند وكتلة تقاند كتلة تقاند كتلة تقاند كتلة تقاند أيضًا كمية المادة المكونات له كمية المادة المكونات له لا تتعلق بالمكان الذي نقصه فيه وإنما تتعلق بطبيعة المادة كمية المادة وكذلك نوع الدرات المكونات لهذه المادة الكتلة تخص بواسطة ميزان يوجد أجل ميزان او عادي الكتلة هي الكيلوغرام كمية المكونات لهجم الماعدة ما يتعلق بالكتلة ما يتعلق بوز الجسم إذن أما الوزن رأينا أن الوزن لنفس الجسم يتغيير إلا كما في الأرض سيأخذ قيمة معينة كين في القمر يأخذ قيمة معينة كين في المريخ يأخذ قيمة معينة إلا الدناء لكوكب آخر أو لما كان آخر فهو يأخذ قيمة أخرى مخالفة وبالتالي يمكن القول أنه الوزن هو القوة المطبقة من طرف كوكب على جسم قريب من سطحه الوزن هو واحد القوة يطبقها كوكب كوكب يطبقها على مدى على الأجسام المتواجدة قريبة من سطحه نقول أنه يوجد في مجال ثقالته يعني كل القمر يطبق قوة التي تسمى وزن الجسم على كل جسم يوجد في مجال ثقالته ويرمز له ببي وحدتها هي نيوترون الوحدة هي الوزن فهي نيوترون لأنه عبارة عن قوة يتغيير وزن الجسم حسب المكان وحسب الارتفاع أمريكا نقوله حسب المكان فهمناه يعني أنه إلا كنا مثلا في المريخ أرى ما شي بحاله بحال إلا كنا مثلا في مارس إلا كنا نفع في الأرض إلا كنا نفع في الأرض إلا كنا نفع في القمر إلا كنا نفع في الزحال إلا غير ذلك شدة وزن الجسم كذلك تتغير حسب الارتفاع يعني في نفس المكان مثلا نحن في الريباط في نفس المكان أو نفس المكان فكتلة أو أفوان وزن الجسم يتغير حسب الارتفاع يعني كلما ارتفعنا إلا وتنخفض شدة وزن الجسم يعني أنه كلما يبتعد عن المجال الثقالة فتنخفض شدة وزن الجسم وطبعا تفسير الرياضي دياله أرى أتشوفه في ترونكوما يعني في جدع مشترك علوم ولا جدع مشترك تكنولوجي لُوَى بِلَى لِفَى بِإِلَّا وَنَقِرِ وِنْفَى بِإِلَا وَكَّرِبُي بِكَهُسْنَيْا أجلُّو شدة وفاوسكَ لُوَى بِإِلَّا وَرَيْهُسْنَيْا أينديكيب في المنصبير Logo تُوَى بِإِلَّابِ أينديكيب أينديكيب الجسم في ممتع الدرجة نتحدث على المطابع لتبدأ ك inicفه نا مچون مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان ولا يتعلق بالإرصفاء وزن الجسم مقدار متغي يعني ليس ثابت فهو يتعلق بالمكان ويتعلق بالإرصفاء الرمز دياله هو بي والوحدة دياله هي نيوتون أشر أيضا فمثلا تلقاه في بعض العلم تتلقى الوزن الصافي تتلقى فيه مثلا 200 جرام تلاحظوا أن قرام يلي وحدة ديال الكتلة بينما مفهوم الوزن الوحدة دياله هي نيوتون هذه فهي تتسمى الأخطاء شائعة فهو خطأ شائع علمي يعني فيزياء فهو خاطئ لأنه ما قصنا نقوله الوزن الصافي وإنما الكتلة الصافية وإلا فقوم مشكل مثلا إذا قمنا باستيراد الشيء من الصين فغير يديروا مثلا الوزن غير يحسبوا واحد الوزن معين من اللي غير يجلبوا الوزن فالوزن سيتغير بالتالي يكون مشكل ولكن الحالة هو أن هناك خطأ يعني في الترميز فبدل أن يقول الكتلة الصافية يستعمل الوزن الصافي وهي من الأخطاء الشائعة والصواب أن نقول الكتلة الصافية يعني لماس نت هي الآن سوف نقوم بقياس أوزان وكتل أجسام مختلفة بواسطة ديناموماتر وميزان ثم نملأ جدول تالي هنا عندي واحد جدول التجربة لا نقوم بقياسة وميزان ثم نقوم بقياسة وديناموماتر علش الميزان وديناموماتر لأن الميزان نقيس به الكتلة والديناموماتر نقيس به شدة الوزن فتنخذ الجسم اس تنعبر كتلة يلو تنسجلها في ماس 1 كيلوغرام هنا تنسجلها هنا ثم تنحيد الجدول الجسم الميزان تنغسقه في الديناموماتر وتنحسب شدة الوزن بنيوتون ثم تنحسب P على M يعني اللو بوا مقسوم على ماس أول جسم اس كتلة يلو 7.5 إلا حسن من اللو بوا دي لغة القوى 5 نيوتون وإلا دنا الفرق يعني 5 مقسم على 3.5 القوى 10 الجسم اس كتلة هو 1 كيلوغرام إلا حسن من اللو بوا دي لغة القوى 10 نيوتون بنفس طريقة ندروب على M نفس الشيء بالنسبة للأجسام الأخرى إذا هدو ما النتائج المحصل عليها تنلاحظوا أن الهدف من هذا المحور هو القوى العلاقة بين P و M أو العلاقة بين الوزن والكتلة تنلاحظوا أن P مقسم على M تساوي 1 بثلية في هذه الحالة عشرة درسة نتائج إذا هذا نتائج هذا نحول ما أمكن نحولوها الى مبيان إذا نحاول نتائج سابقة الى مبيان تلي وذلك يتمثل تغيير الوزن بثلالة القتلة يعني بمعنى بذلالة مثل يقولوا 1.2 يعني هذا سيكون في X إذن مصة 1 كيلوغرام سيكون في X ولو بوى سيكون في Y هذا نلاحظوا أنه عبارة عن مستقيم فهو إلى شبنا حتى هو سيمر من أصل المعلم بمعنى أن المعادلة دياله الرياضية هو هي Y تساوي A X بمعنى أنه يمكن نكتبه أن P تساوي A لأي يوحد ثابتة X M نحن ننقل الوعد ثابتة ولحظنا في النتائج التي تساوي P مقسم على M ثابتة تساوي 10 إذن فمن هنا يمكن أن نستنسيج أن وزل الجسم والكتلة ترتبط بالعلاقة تالية P تساوي M X G يمكن أن يكون هناك تناسب التراضي بين الكتلة ووزل الجسم في مكانين معين إذا كنا في الأرض وتنفسه هناك علاقة أو تناسب التراضي بمعنى آخر إلى Z M تساوي P إلى Z P إلى Z P إلى نقص P تنقص M هذا هو التناسب التراضي أو التراضي أو التراضي أو التراضي يعني P تساوي M X G بحيث G وحدها هو نيوتون بار كيلوغرام أو نيوتون كيلوغرام أو أنزم تنسميها لانتنسيتة دورة شدة الثقالة وهذه فهي كذلك تتعلق بالمكان وتتعلق بالارتفاع وممكن نستنتج من العلاقة الرياضية أشخصنا نقصنا بأن P يتعلق بالمكان والارتفاع وقصنا أن M لا يتعلق بالمكان والارتفاع يعني أنه تابث وبالتالي لكي تكون هذا العلاقة الرياضية الصحيحة يجب أن يكون بحل P فهو يتعلق بالمكان والارتفاع إذن فشدة الثقالة تتعلق بالمكان والارتفاع يتعلق بالمكان بمعنى راشد G في الرباط ما G هو و G في بلدين آخر نفس الشيء وخحنا في الرباط في نفس المكان راشد G في ارتفاع مئات مثلا متر ما شيء هي G في ارتفاع جوش كيلومتر يعني 2000 متر فالجي تختلف كذلك G في الأرض ما شيء هي G في القمر ما شيء هي G في مارس ما شيء هي G في مارس ما شيء هي G في كوكبين آخر ثم مسألة أخرى مهمة في هذا المجال هو فالجي تتعلق بالارتفاع ومهمة في مكان بينما قلنا أنها لا تتعلق بالمكان ولا تتعلق بالارتفاع ودائما نحترم هذه الوحدات فالجي تتعلق بالمحور يعني لقيت واحد جسم بالقرام أرخصين حول الكيلوغرام وهذا G سوف ترى تفصيل في جدعة مشترك علوم إذن هذا ما يتعلق بهذا المحور وهو العلاقة بين P و M العلاقة التي تربطه ب P ب M هي P تساوي M فو G بالمعنى آخر أن G تساوي P على M وكذلك M تساوي P نقسم على G الآن سنتقل إلى مميزات وزن الجسم وزن الجسم وأعتدل على السرعة لأن الوقت تكون طويل قلنا أن وزن الجسم وعبارة عن قوة يطبقها كوكب على جميع الأجسام المتواجدة على سطحه بمعنى آخر على أن وزن الجسم وعبارة عن قوة وبما أنه قوة فمثله مثل جميع القوة يتميز بأربع مميزات ليه قلنا نقطة تأثير نقطة تأثير هي مركز ثقل الجسم وتنطبق مع مركزه الهندسي إذا كان متجانسا نرمز له مركز ثقل الجسم بحرف الج إذا بالنسبة لمركز ثقل الجسم فهو ينطبق مع المركز الهندسي للجسم إذا كان متجانس متجانس بمعنى أنه مصنوع من نفس المادة وأن هذه المادة تتوزع بشكل منصدع بمعنى أنه لدي مكعب متجانس فمركز ثقل ينطبق مع المركز الهندسي لهذا المكعب وهو التلاقي ديال الأقطار نفس الشيء مثل دائرة مثل دائرة كورا كورا الأسفير فالمركز ثقل الجسم كان متجانسا يعني أنه مصنوع من نفس المادة وأن المادة تتوزع بشكل منصدع فإن مركز ثقل ينطبق مع المركز الهندسي لكن عموما فهذا المستوى هذي فتنعتبر الأجسام التي ندرسها جميعها أجسام وهي أجسام متجانسة ولها شكل هندسي بسيط يعني مثل كورا مثل آنسفير مثل مكعب مستطيل إذن أجسام ذات الشكل الهندسي البسيط المنحة من مركز ثقل الجسم الجاي نحو مركز الأرض م抵موة خط التأثير هو المستقيم النامى من مركز ثقل الجسم ومركز الأرض و THقل أو المستقيم الرأسي و個 wurden جى أوırdغغغغغغغغها تسميه المستقيم المار من مركز ثقل الجسم ومركز الأرض ậyه بجذب مع القوة بالنسبة للشدة نحديدها بطريقتين سواء تنطبخوا الطريقة P تساوي M x G يعني إذا عرفنا الكتلة وعرفنا شدة ثقلة والكتلة لا نستخدم حولها الكيلوغران أو طريقة الثانية لا نعرف الكتلة لها أو جيتها لا نستخدم شروط توازن توازن جسم صلب خاضع لقوتين نعلق الجسم حرا في دينامومتر إذا نجيب واحد دينامومتر تنعلق واحد الجسم في الطرف دينامومتر حيث يبقى في توازن إذا يكون هذا الجسم في توازن بمعنى هو توازن إذا الشدة لP و T إذا ليس كيف هذه العبارة ليس صحيتها نقذها الآن نحن 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 نحديدها بطريقتين إما أنه تستعمل على قابة تساوي أم فوال جي أو لا بعد ذلك نستخدمها حيث هذه التوازن يعني التوازن الجسم صلب خاضي على قوتين نجد أن نعلق الجسم حراً في ديناومتر حيث يبقى في توازن تحت تأثير الخيط T والوزن P إذن يبقى هذا الجسم في توازن تحت تأثير قوتين واحد القوة هي الخيط T ووزن الجسم P الحctar تؤدي حساب شرطhi التوازن تدخل التوازن وتكلم أن يقرأ على ديناومتر تفارض بلدCl تساوي T حسب شرطي التوازع. بخلاصة تجيب الجسم تجيب الجسم في الدينامتر تجيب القيمة التي أعطناها هي تساوي القيمة هذه هي طريقتين. ننتقل إلى الفرنسية. ننتقل إلى الفرنسية. نظر أنه متجه. هذا هو موضوع. ننتقل على الانتونسيتي. يعني على الشدة تنحي ديكسان. ننتقل إلى الفرنسية. قطعة قوة الجذب. على السكور. أي قوة الجذب. على السكور. قوة الجذب. قوة عن بعد. ننتقل إلى الصنف. قوة عن بعد. وتسمى لفرنسية. قوة الجذب. بحال قوة التي تطبيقها المغناطس على الفولات والحديد. c'est une force à distance caractérisée par ça le point d'application le point d'action le centre de gravité c'est le marquise la direction c'est une ligne d'action la direction c'est une ligne d'action la direction le vertical passant par le centre de gravité le sens vers le centre de la terre vers le centre de la terre donc c'est un centre de la terre G radial vers le marquise l'intensité P en newtons l'intensité c'est un délicat la mage c'est un délicat l'utilité la mage c'est une forme un délicat un délicat un délicat un délicat 5 newtons un délicat un délicat م تساوي 0.5 كيلوغرام ج تساوي 10 نيوتون بار كيلوغرام إذن في الأرض القيمة ج تقريبا تساوي 10 نيوتون بار كيلوغرام يتساوي تقريبا 9.81 وتختلف من مكاني للآخر بشكل ضائل ولكن تناخذه بشكل حساب تناخذه غالبا ج تساوي 10 نيوتون بار كيلوغرام إذن أول شيء لنحدد المميزة القوة التي تطبيقها الأرض على الجسم S هي أول حاجة نقطة التأثير فواند اكسيون فواند ابلكاسيون إذن هي المركز الهندسي وهو مركز التقل ثم خط التأثير خط التأثير هو المستقيم هذا المستقيم الذي يمر من G وهو رأسي يعني فهو المستقيم الشاقوي المستقيم الرأسي المر من G الذي ينطلق من G الذي يمر بمركز الأرض أول هذا نتبه لكم المنحة المنحة ينطلق تأثير من G و سأذهب إلى أسفل شدة تستعمل طريقتين إما تنطبق العلاقة مباصرة فهذه الحالة سنعرفه M و سنعرفه G هذا الجسم في توازن تحت تأثير قوتين هذه القوتين هي T التي تطبقها الديناومتر و P هي وزن الجسم وبما أن يعني في توازن تنطلق أن P تساوي F فتساوي 5 نيوتون والتمثيل سنختار واحد سلم مناسب السلم اللي اختارتنا انا اختارت سلم جوج فاصلة خمسان يوطون تقابله واحد سنتيمتر وبالتالي الطول دي المتاجيها غتكون هي جوج سنتيمتر المتاجيها ديالتي تتبدأ من الاصل ديالها هو نقطة تأثير تبدأ من الجي وغادي الاسفل طول ديالها غيكون هو جوج سنتيمتر اذا هدف ما يتعلق بهذا الدرس اذا شكرا على انتباهكم اذا سنحاول ندير واحد مرفق بهذا الدرس اللي هو عبارة عن امتحان نموذج من امتحان وطني فيه القوة بصفة عامة اذا في الدرس ديال القوة بصفة عامة سنحطف في مجموعة ديال واتساب ثم كذلك نحطف في القناة دياليوتيوب ثم سننضيليها تصحيح ان شاء الله اذا الله وفق وحول ما امكان وانتم تتخدموا ذلك تمارين دائما الورقة وقلم تدير تصحيح بوحدك ثم تقارن تصحيح مع الأجوبة المقترحة ومرحبا لتساؤلتكم وشكرا على انتباهكم ترجمة نانسي قنقر